اشتركوا في القناة ثلاثة اربعة القمر راح يكون موجود في السرطان والاسد او اجمالا هو راح يكون بالاسد لانه تقريبا السرطان ما فيش يعني هي باخر درجات لا الوقت راح يكون في منزلة الجبهة وهي المنزلة حكينا الصلح والاتفاق مع الشركاء والضغط على العدو وهي المنزلة بتظل غاية ساعات الظهر بعديها مباشرة بتصير في منزلة الزبرة وهي المنزلة ممتازة للربح والحرية والصلاح والاصلاح اما بالنسبة للزوايا الفلكية اللي راح تتشكل خلال هذا النهار هي زاوية تزديس ايجابية راح تكون بين القمر والزهرة تقريبا راح تكون الساعة اربعة وثمانية واربعين دقيقة مساء يعني بعد الحلقة بتتأجج العواطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم طبعا الزوايا حكينا اي زاوية بين القمر واي كوكب مدتها عادة بتكون يعني 12 ساعة 6 ساعات 8 ساعات يعني بتتراوح حي ما بين 6 ساعات وما بين يعني نقول 16 ساعة فهاي تأثير كل زاوية احنا بنذكرها لها علاقة بالقمر اما مع الكواكب البطيئة بنذكرها طبعا لما بتصير الزوايا هاي بنذكر قديش المدة اللي بتنكث فيها طبعا بعد الزاوية هاي مباشرة بصير خلو المسار يعني الليلة احنا راح نقعد فترة خلو المسار تقريبا بحدود الساعتين او قرابة الساعتين خلو المسار هذا راح يبدأ ساعة اربعة وثمانية واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة ستة وخمسة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني مدة تقريبا ساعة ونص اشي هيك هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي شي جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بعدها القمر مباشرة بيصير في برج الاسد رسمي يعني بيصير جاهز انه هو يشكل اول زوايا او اول اتصالات لالو وبما انه القمر راح يكون موجود في برج الاسد يعني بتكون الفترة هاي او بيكون الناس من حولينا في هاي الفترة اكثر كرم مما اعتدنا من الناحي المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفي مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس انيقة بتلفت انتباه الاخرين النا اما اول زاوية راح تتشكل بعد الانتقال هي زاوية التقابل سلبية راح تكون بين القمر وزحل ورح تكون في تمام الساعة سبعة وثمانية واربعين دقيقة مساء برضو بعد يعني احنا مساء مساء الليلة يعني بعد الحلقة من واجه مصاعب وعراقية اللي بتتطلب مننا ان نبدو الجهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم وبيلجأوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تقابل سلبي مرضو بين القمر والمريخ راح تكون في تمام الساعة ولي بيكون محبط عاطفيا ممكن انه يثور ثورة عارمة من الغضب بدون اي مبرر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي تقريبا اخر زاوية راح نحكي عنها لهذا اليوم هي زاوية تربيع برضو سلبية راح تكون بين القمر واورانوس راح تكون في تمام الساعة ثلاثة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا تخلق عنا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض طبعا بكرة ما راح نحكي احنا اليوم عن الزهرة انتقال الزهرة من برج الثور للجوزاء السبب انه بكرة بعد حلقة بكرة بصير هذا الانتقال فبكرة ان شاء الله راح نحكي عنه وضروري هذا الكل يسمع عنه الانتقال لازم ينسمع لانه هذا بيحكي عن اربع شهور تقريبا بده يقعد الزهرة موجود في الجوزاء ما بين حركة امامية وتراجعية يعني مدة مش بسيطة راح ينحكر هذا الكوكب في هذا البيت بايجابية وسلبية وتقلبات يعني راح تصير من خلاله او من خلال وجوده فمن المفروض الكل يكون فاهم الفترة القادمة راح تكون ايش مجرياتها وخصوصا من كوكب الزهرة طبعا بما انه القمر راح يكون موجود في الاسد فخلو المسار القادم راح يكون يوم ثلاثة اربعة احنا راح نحكي عنه يوم اربعة اربعة راح يكون في تمام الساعة سبعة وثمانية وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى اليوم التالي يعني راح يقعد تقريبا اكثر من اربعة وعشرين ساعة وفي خلو المسار لغاية الساعة التسعة وثمانتعشر دقيقة مساء لا ينتقل بعد هالقمر للعذرة يعني في عندنا يوم كامل راح يكون فترة يدخلوه مسار عمر القمر القمر اكتمال المحدب عشر ايام في تمام الساعة عشر وخمس واربعين دقيقة قبل الظهر بصير عمر احد عشر يوم نسبة الاضاءة خمس وسبعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب الشمس في الحمل حتى تسعة عشر اربعة المزاج سعيد القمر في السرطان والاسد حتى اربعة اربعة المزاج سعيد عطارد في الحوت حتى يوم احد اربعة مزاج ممتزج الزهرة في الثور حتى ثلاث اربعة مزاج سعيد لانه بكرة برضو رح نحكي عنه فعشان انا ما ذكرتش انه انتقل للجوزاء وتواريخ المريخ في الدلو حتى ثلاث عشر خمس مزاج منتحس المشتري في الجدي حتى اربعة عشر خمس بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج ممتزج زحل في الدلو حتى احد عشر خمس بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج ممتزج اورانوس في الثور حتى خمس تارش ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج سعيد نيبتون في الحوت حتى ثلاث وعشر ست وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بيبلوته في الجدي حتى خمسة وعشرين أربعة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بما أن القمر سيكون موجود في برج الأسد يعني البيت الخامس للكم بيت العاطفي والحضوض فهذا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة إيجابية بتستعيد شراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة في الظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولة أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم أنا بشوف أنه شخصيتك أحسن يعني في عندك طاقة إيجابية عالية موجودة رغم أنه أنت في عندك بعض الأشياء اللي يتأرقك ولكن برضو طاقتك إيجابية وعند قدرة عالية اليوم أنك أنت تعمل أشياء كثيرة أما بالنسبة للبيت الثاني فما زالت الأمور جيدة على مستوى البيت الثاني الفرص جيدة لتحصيل أمور العلاقة بالمال أو الدعم المالي أو المساعدات المالية أو أمور ترتيب المصاريف والديون والمستحقات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور ما زالت قوية جدا على مستوى توصيل وجهة النظر والاتصالات والمواصلات والدراسة والبحث والتواصل يعني بتكون بأوجهة خلال هذا النهار في منكم ممكن يهتم في أمور العلاقة بسيارة أو بتليفون أو بأشياء العلاقة بالتواصل أما بالنسبة للبيت الرابع فالبيت الرابع اليوم أحسن الأمور فيها بتصير أهدأ في نوع من أنواع التواصل مع أفراد البيت بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور زي ما ذكرناها في بداية التوقعات يعني دعم كامل موجود من القمر في الأسد أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف الأمور إيجابية اللي بتدعمك على مستوى العمل بشكل قوي جدا فعشان هيك يبدأك تحاول قدر الإمكان أنك أنت تنجز الأعمال المطلوبة منك حتى لو عملت ساعات إضافية أو وقت طويل المهم أنك أنت تراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور جيدة على مستوى الشراكة في نوع من أنواع التفاهم والتناغم ما بينك وبين الشركاء ممكن اليوم تصلى حلول أو تضعوا خطة أو استراتيجية معينة أو تتباحثوا بأمر معين أو يكون فيه نوع من أنواع المصالحة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور الروتينية تماما على مستوى الأموال المشتركة فعشان هيك الفترة هاي شوي هيك ممكن أنه تكون تعتمد على جهدك وعلى يعني بديهتك وسرعة بديهتك وعلى ذكائك في عملية أنك كيف تطلع من الالتزامات الدينية للديون وتحاول أنك ترتب الأمور بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فيعني برضو روتيني فعشان هيك ما بدعمك أي شيء لعلاقة بالاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن هي بس عملية التواصل مع أشخاص أنت بتعرفهم فقط لا غير أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو أيضا فارغ تماما من أي تأثيرات عشان هيك معناته منرجع من نحكي إحنا أنه الأمور العاطفية هي اللي رح تكون مسيطرة عليك يعني رح تكون عاطفي زيادة عن اللزوم خلال هذا النهار والأمور تأخذها كلها بحساسية عاطفية زائدة أما بالنسبة لبيتك 11 فهو برضو ضاغط عليك على مستوى العلاقات والمعارف والأصدقاء فممكن أنه يكون في مشكلة معينة أو أنك بتحاول أنك تحل المشكلة معينة أو بتكتشف شيء معين إلو علاقة بالأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط عليك بشكل قوي جدا فبنقول لك دير بالك من أي شيء ممكن يعكر صفوك أو مزاجك ما في داعي للمغامرات حاول قدر الإمكان أنك أنت تهتم بصحتك بشكل كبير ما تحاول أنك أنت تجازف أو تغامر فيه خلال هذا اليوم برج التور طبعا القمر صار موجود في بيتك الرابع في الأسد يعني بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم تجدوا نوع من أنواع التعاون مع أفراد العائلة ممكن تظهر أو تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها وممكن تفقد الاتزان والثقة أو ثقة الأحباء ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور جيدة على المستوى النفسي يعني دعميتك بشكل جيد عندك ثقة بنفسك عالية جدا خلال هذا النهار ممكن تحقق وتنجز إنجازات كثيرة خلال هذا اليوم بسبب الطاقة الإيجابية الموجودة عندك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور فيها نوع من أنواع يعني التوتر المالي بسبب لك نوع من أنواع الضغوط النفسية والفكرية فعشان هيك منقول لك دير بالك حاول أنك تقلل من مصاريفك قدر الإمكان ورتب أمورك بشكل جيد ممكن بعضك يحصل على نوع من أنواع الدعم أو تحصيل مال بعود له أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم عندك كثير من الاتصالات أو الاهتمام بأمور العلاقة بالهواتف أو التليفونات أو السيارات في منكم ممكن يهتم بالتواصل مع أشخاص أو يتنقل إذا كان مسموح له أن يتنقل يتنقل لأشخاص معينين أو يتواصل مع أشخاص معينين ممكن تهتم بمسألة العلاقة بأخ أو بجار في منكم ممكن يهتم بعملية تدريس لأبنائهم أو حثهم على الدراسة أو هو يطالع موضوع معين أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس في نوع من أنواع سوء التفاهم ما بينك وبين الأحباء أو في حساسية معينة حاول قدر الإمكان أنك تمسك حالك ما فيه داعي للتهور أو الغضب أو العصبية أو أنك أنت توصل لمرحلة أنك تختلق المشاكل بينك وبين الحبيب حاول أنك تمشي الأمور بدون حساسية يعني يومين وبعدين القمر بصير في بيتك الخامس بدعمك بشكل أقوى أما بالنسبة للبيت السادس فهو أكثر إشي مشغل فكرك خلال هذا النهار اللي هو العمل والتفكير بالعمل والإنجازات وأشياء لها علاقة بالعمل أو وراق ملفات شكات قضايا يعني أمور كثيرة ممكن أنت تشغل مخك فيها حتى ممكن أنت تبحث عن عمل أو مصدر رزق جديد ممكن تهتم بقضايا إلها علاقة بالعمل أو تحسينات أو حل مشاكل إلها علاقة أو دخل بالأمور العملية في منكو ممكن يهتم بصحته أو بصحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور فيها نوع من أنواع الضغط أو المشاحنات ما بينك وبين الشريك فعشان هيكي بقولك برضو مع الشريك دير بالك اليوم من الحساسية والعصبية الموجودة عندك عشان ما تحتد الأمور وتصير مشكلة ما إلها داعي ممكن في ساعات العصر شوي تهدى الأمور عندك ولكن برضو بدك تكون حذر أما بالنسبة للبيت الثامن فالبيت الثامن بيضغطك ماليا لغاية ساعات الظهر ممكن يكون في نوع من أنواع الضغط أو المطالبات أو المصاريف الزائدة عليك فعشان هيكي حاول أنك يعني يترتب أمورك وأولوياتك بشكل عقلاني يابل ما توصل لمرحلة أنك أنت تفقد السيطرة في ساعات الظهر بصير الأمور لصالحك أكثر فممكن تكون عندك قدرة عالية جدا على تسوية الأمور أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم ممكن يكون عندك بعض الاتصالات الخارجية اللي هي مع خارج البلاد أو تفقد أشخاص خارج البلاد أو تواصل معاهم أو ممكن يصلك خبر عن شخص أو عن يعني خبر معين عن شيء العلاقة بالعمل أو شيء العلاقة بأشخاص خارج البلاد في منه ممكن يزعجك أو يوترك أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو فارغ تماما من أي شيء يعني لا إيجابي ولا سلبية فعشان هيكي بتهتموا بأمور الأعمال مع المؤسسات الكبيرة الأشخاص خصوصا لعرأس عملهم بيهتموا فيها بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت 11 فما زالت الأمور ضاغطة اليوم على بيت الصداقة والعلاقات فعشان هيك فيه نوع من أنواع سوء التفاهم أو الزعل أو العتب على شخص أنت بتعرفه يتصرف بتصرف غريب يعني شحنك بطاقة سلبية فأنت بتحاول أنك تتراجعه أو تواجهه أو يعني ما يخذ على بالك منه فحاول أنك أنت ما تستفز الموضوع أكثر عشان ما توصل لمرحلة المشكلة والقطيعة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو فارغ تماما من أي تأثيرات إيجابية أو سلبية فعشان هيك بتتعامل أنت بشكل روتيني أبس أنا بقول لك بدك تحاول أنك تهتم بصحتك بشكل جيد راقب وضعك الصحي حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية وما ترهق حالك كثير خلال هذا النهر برج الجوزاء القمر وصل للبيت الثالث يعني بيت الاتصالات والتنقلات بيت الاهتمام بالسيارات والتليفونات بيت التواصل في هذا اليوم ممكن بعضكم أو خصوصا اللي معهم تصريحة أو بقدروا يطلعوا من البيت بتكثر عندهم التنقلات من مكان لمكان ممكن يتنقل بشكل كثير ويعني مش إشي هادي ومنكم راح يكثر عنده الاتصالات لدرجة أنه راح تجيه الاتصالات هو راح يكون مشغول على طول بيكون عندكم تعامل مع أخ أو جار تتمتع بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك أو تبرير مواقفك فعشان هيك اليوم راح يكون عندك حافل بشغلات كثيرة وممكن يصلك خبر يكون إيجابي ويدعم موضعك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور على مستوى البيت الأول أحسن اليوم نفسيتك لسه أفضل من الأيام اللي مضت مشحون بطاقة إيجابية وعندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال المكللة إلك أما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم الفرص أكثر أو المسعى لتحصيل الأموال اليوم أكثر ممكن ينشط في أمور إلها علاقة بالأموال أو تحركات لجلب المال أو أمور للمساعدة المالية أو نوع من أنواع الترتيب المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فهو كما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع بدك تدير بالك الوضع الروتيني ولكن ما فيه نوع من أنواع الحدية في بعض الأشياء يعني مش هالأشياء القوية أو اللي بتعمل مشاكل كبيرة ولكن ممكن توتر الساعة أو الساعتين اللي جاي خلال هذا النهار ممكن كلمة تجرح لأيام فحاول قدر الإمكان أنك تمسك حالك عن كيل الاتهامات أو التسرع في الحكم أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد بدعمك على مستوى الحظوظ وبدعمك على مستوى العاطفي فمنكم اليوم رح يتواصل مع الحبيب رح يكون فيه نوع من أنواع التواصل الإيجابي ممكن حتى يصير فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب فيه منكم ممكن يحاول يجرب حظه خلال هذا النهار بتكون الأمور يعني شيئا ما لمصلحته أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور قوية جدا على مستوى العمل بتقدروا تنجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منكم فيه منكم ممكن يهتم بملفات أو بأوراق أو بعمل جديد أو يدخل حاله بعمل جديد أو يحاول أنه ينجز شيء له علاقة بالعمل العمل هذا عمل منزلي أو عمل خارجي وفيه منكم ممكن يهتم بصحة أحد الأحبة يعني المقربين الأقارب أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور على مستوى الشراكي بتكون روتينية لغاية ساعات الظهر ولكن بعد ساعات الظهر بصير فيه نوع من أنواع التقلب تلاقي الأمور بتحتد كثير عندك فجأة بتلاقيها هدت بعدين ترجع بتحتد مرة ثانية فعشان هيك يحاول قدر الإمكان أنك تمسك حالك خلال هذا النهار من التقلب اللي موجود على مستوى علاقتك ما بينك وبين شريك المال والعاطفة لأنه ممكن في أي لحظة تصير مشكلة ويعني رح يظل فيه نوع من أنواع المشاحنات خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور بيكون فيها نوع من أنواع الحدية أو الضغط أو المطالبات بتكون في ساعات النهار أما من ساعات الظهر تقريبا بتبلش الأمور تروح للاتجاه الروتيني فعشان هيك الضغط المالي أو الأرق المالي أو التفكير المالي اللي بيستمر معاك من الآن لغاية ساعات الظهر هذا تلقائيا بعد ساعات الظهر بيبلش يختفي فحاول أنك ترتب أمورك وما تلتزم في أشياء جديدة حاول أنك أنت برضو تقلل من مصاريفك أما بالنسبة لبيتك التاسع فممكن اليوم يصلك خبر من بعيد شوي يكون مزعج أو يوترك أو أنه يعني يأثر فيك أما بالنسبة للبيت التاسع إجمالا فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فأنت بتتحكم في هاي الأمور على مستوى الدراسة خصوصا الدراسة المنزلية والاستعداد أو لامتحانات أو لأشياء لها علاقة بالمراسلات أما بالنسبة للبيت العاشر فهو ضاغط عليكم فعشان هيك اليوم ما تحاولوا تعملوا أي شيء يشوه سمعتكم ما تحاولوا تجذفوا أو تغمروا أو تدخلوا بأي شيء مشبوه حاول أنك أنت ما تخالف القوانين وبرضو في نفس اللحظة ما تدخل بأي مواجهات مع أصحاب القرار أما بالنسبة لبيت 11 فأنا شايف بيتك 11 برضو بعمل لك نوع من أنواع السلبية في تعاملك مع الأصدقاء أو مع ما عارفك فعشان هيك اليوم ممكن تحتد في مسألة معينة أو صار فيه سوء تفاهم بينك وبين أحد الأصدقاء حاول أنك أنت تمسك حالك من العصبية وإلو حتى سمعت خبر أزعجك أو تصرف أزعجك ما تحاول أنك أنت توصل لمرحلة المواجهة يعني سيبك من هذا الموضوع يومين بعدين الأمور بتصير أوضح لإلك بشكل أحسن أما بالنسبة لبيت المتاعب فالضغط اللي أنت حاسس فيه بظل لغاية ساعات الظهر بعدين الأمور بتصير إيجابية فعشان هيك يحاول قبل ساعات الظهر ما تشغل حالك كثير وما تتعب حالك كثير راقب وضعك الصحي والتقلبات الصحية اللي ممكن تصير وبعد ساعات الظهر تقريبا الأمور بتستقر معك بشكل إيجابي برج السرطان تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا تديروا بالكم من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن يتعالج خلال هذا النهار استحقاق مالي أهم شيء أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال دقق في التفاصيل عشان تطمئن خواطرك نوعا ما ممكن تتحسن المعنويات عندك بشكل ملحوظ أهم شيء أنه يكون في عندك نوع من أنواع التفاؤل طبعا القمر موجود في بيتك الثاني يعني بيت المال أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف النفسي أحسن خلال هذا النهار بالعكس الأمور بتستقر عندك بشكل تدريجي تصاعدي يعني لغاية ساعات الظهر تقريبا بتلاقي أنه أنت انشحنت بطاقة إيجابية عالية وبتكون نفسيتك أحسن وعندك ثقة عالية جدا في نفسك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى كل الأمور اللي العلاقة بالاتصالات والمواصلات والاهتمام في أمور العلاقة بالسيارات أو بالهواتف عندك قدرة عالية جدا عن النقاش وعلى المجادلة وعلى توصيل المعلومة وإقناع الأطراف الأخرى بوجهة نظرك رح تكثر عندك الاتصالات خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الرابع مع البيت الثالث ممكن يصير اليوم في نوع من أنواع التواصل مع أخ أو جار أو أمور إلها علاقة بحل مشكلة معينة أو الإطمئنان أو المساعدة أما بالنسبة للبيت الرابع فهو إجمالا جيد على مستوى البيت الرابع في نوع من أنواع التفاهم والتناغم ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن يجمعك هذا الإشي بموضوع إلو علاقة بالاهتمام بأحد أفراد العائلة أو يعني وضع صحي معين لأحد أفراد العائلة بهمك كثير ممكن تهتم بتصليحات أو ترميمات أو بعض المشتريات وفي نوع من أنواع التقارب العائلة على مستوى العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني تماما يعني طيلة النهار على المستوى العاطفي ومستوى الحدود فعشان هيك بتتعامل مع الحبيب بشكل روتيني أما بالنسبة للحضوذ بقولك ما تغامل خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه إيجابي جدا ودعمك بشكل قوي جدا ممكن أنه اليوم يصير فيه إنجازات كثيرة على مستوى العمل أو تنجز أعمال موكللة إلك أو يكون فيه بين إيديك موضوع معين بتحاول أنك تنجزه فاليوم ممكن أنك أنت تتممه عندك قدرة عالية على التحليل والدراسة والأمور هاي أما بالنسبة للبيت السابع فالأمر روتيني موجود يعني بيضغط عليك بشكل يعني فيه نوع من أنواع السلبية بالعصبية فحاول قدر الإمكان تمسك أعصابك أنت وما تتوترش وما تدخل بنقاشات أو مشادات كلامية بينك وبين الشريك حاول أنك أنت تمسك أعصابك للأمور إن شاء الله بصير فيها نوع من أنواع التحسن ولكن بدها التروي أما بالنسبة للبيت الثامن ففي أمور إلها علاقة بالوضع المالي بتأرقاك شوي يعني شوي بدها نوع من أنواع التفكير أو نوع من أنواع إعادة الحسابات أو طرق أبواب جديدة لتحصيل على دعم معين أو مساعدة معينة أو إشي العلاقة بالأموال يعني كنوع من أنواع الدعم أما بالنسبة لبيتك التاسع فعندك ضغط كبير اليوم بأمور التركيز ما عندك تركيز يعني عالي جدا في أمور الدراسة أو التحليل أو الاستيعاب بتحس أنه في ضعف أو في ضغط حاول قدر الإمكان أنك تأخذ نفس وما تضغط حالك بكثير من المواضيع ركز على موضوع معين ممكن اليوم تهتم بأمور خارجية أو دولية وممكن اتصالات مع أشخاص خارج البلاد ولكن بدك تحذر من العصبية أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو فارغ تماما ما فيه لا شيء إيجابي ولا سلبي بالنسبة لبيتك 11 يعني منقول أنه في نوع من أنواع الحدية بالعتب أو الزعل على أحد الأصدقاء أو أحد المعارف حاول قدر الإمكان حتى لو سمعت أنه هو أساء لك يعني ما تدخل بمواجهات تكون حد كثير حاول أنك أنت تختصر يومين ثلاثة بتتبين الصورة لك أكثر بتقدر أنت بتكون الإشي لجهتك أكثر يعني بكون عندك ثقة أكثر بأنه أنت اللي رح تعمله رح ينجح فحاول قدر الإمكان أنه أنت تبعد عن المشاحنات والجدالات خلال هذا النهار في منكم ممكن يسمع خبر يزعجه عن بتعلق بأحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف الأمور جيدة بتدعمك على إنجاز كثير من الأعمال ممكن اليوم يكون في عندك نشاط عالي جدا أو اهتمام بشأن صحي إلك أو لأحد الأحبة يعني ممكن هذا يوترك شوي ولكن إجمالا الأمور جيدة يعني وفي نوع من أنواع الحماية الربانية موجودة حواليك برج الأسد بتبدو اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعيد عندكم نشاطكم المفقود لأن القمر الآن صار موجود عندكم فهذا بشحنك بطاقة إيجابية عالي جدا بوسعك المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي رح يكون فيه انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود يعني فترة طويلة عليكم التحلي بالحكمة والواقعية وخصوصا في حل الأمور ممكن تشتد عزيمتك وترتفع المعنويات وتستعيد سيطرتك وتحقق نجاح باهر خلال هذا النهار إذا استغليت الفرص الجيدة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور جيدة شيئا ما يعني فيه نوع من أنواع المساعدة أو المعاونة المالية خلال هذا النهار ممكن بعضكم يحصل على بعض الأموال أو يفوتر أو يرتب أمور مالية معينة أو يهتم في بعض المشتريات ولكن أنه يحاول يبعد عن المشتريات الغير ضرورية فيه فرص للحصول على بعض الدعم ولكن أنه المصاريف أكثر أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور جيدة يعني جيدة جدا وتصل لمرحلة الممتاز كمان فيه أمور إلها علاقة بالتواصل والاتصالات والاهتمام بأمور الاتصالات في منكم ممكن يهتم بموضوع العلاقة بالتليفون بالكمبيوتر بأشياء إلها علاقة بالاتصالات بالمواصلات ممكن الإطلاع على موضوع معين بحث معين اهتمام بهواية معينة أشياء يعني كثيرة ممكن تخطر على بالك خلال هذا النهار أهمها أنه أنت اليوم عندك قدرة عالية جدا عن النقاش وعندك قدرة عالية جدا على إقناع الأشخاص في أثناء النقاشات وغير النقاشات في منكم ممكن يهتم بأمور الهلاقة بالمطالعة أو الدراسة أو حث أبنائك على الدراسة يعني رح يكون عندك نشاط عالي أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد جدا على مستوى البيت بالعكس الأمور مستقرة والوضع ممتاز في عندك نوع من الاهتمام المنزلي ممكن تهتم في أمور إلها علاقة بالصيانة أو الترتيبات أو الإجتماعات العائلية أو لقاءات معينة أو تهتم في شؤون العائل ككل فيه ممكن أشخاص تهتم بصحة أحد المقربين أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور على مستوى البيت الخامس شوي فيها نوع من أنواع الحدية فعشان هيك بدك تنتبه بالتعامل مع الحبيب من العصبية والتوتر أو أخذ الخاطر أو أنك تتحسس من موقف من كلمة بدك تمسك حالك قدر الإمكان لغاية ساعات العصر وبعدين الأمور بتصير روتينية يعني بخف هذا الضغط الموجود أهم شيء خلال هذا النهار ما تحاول أنك أنت تجرب حضوظك نهائيا أما بالنسبة للبيت السادس فهو دعمك بشكل قوي على مستوى إنجاز الأعمال في أيش عندك عمل أنت مطلوب منك اليوم تقدر تنجزه بكل أريحية عندك قدرة عالية جدا على حتى لو كان عمل منزلي لو كان عمل ورقي لو كان عمل عن طريق ملفات عن طريق كمبيوتر أو إنترنت كله بتقدر تنجزه خلال هذا النهار ما فيه إشي رح يتراكم عندك إذا أنت أردت أنك تنهيه بتقدر تنهيه والحظ دعمك يعني في هذه النقطة أما بالنسبة للبيت السابع فما زالت الأمور ما بينك وبين الشريك يعني شوي فيها نوع من أنواع لفت النظر أو نوع من أنواع العصبية والحدية حاول قدر الإمكان أنك أنت ما تكبر الأمور وما تنرفز وما تعصب وما تحاول أنك تستفزه خلي الأمور تمشي وتتعاملش معها بالأمور بحساسية مطلقة أما بالنسبة للبيت الثامن فعشان هيك أنا قلت لك أنه عندك مصاريف مطالبات مالية ومصاريف ومطلوبات منك كثير أشياء فعشان هيك حاول قدر الإمكان أنك أنت ترتب أمورك المالية بدون ما تضغط على حالك بالتزامات كبيرة أما بالنسبة للبيت التاسع فممكن اليوم يصلك خبر من بعيد أو اتصال من شخص خارج البلاد يزعجك أو يوترك حاول قدر الإمكان برضو أنك ما تنفعل وما تعصب عندك قابلية للعصبية لأنه شمس يعني القمر ما استقر لسه بالكامل في البرج يعني لسه ما أعطاك ما شحنك بالطاقة الكاملة فعشان هيك العصبية والتوتر ما زالت موجودة أما بالنسبة للبيت العاشر فهذا بيحكي لك دير بالك على سمعتك ما تحاول أنك تشوه سمعتك ما تعمل مجازفات ومغامرات ما تحاول تدخل بأشياء مشبوهة ما تخالف القوانين أي شيء بشوه السمعة حاول أنك تبعد عنه خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 11 ممكن اليوم تكثر الاتصالات أو التواصل ما بينك وبين الأصدقاء نوع من أنواع التفقد أو طلب المساعدة أو أنت تطلب المساعدة أو التعاون أو يعني فيه أبواب كثيرة رح تنفتح لها علاقة بباب الصداقة والعلاقات العامة رح يكون فيه نشاط كبير على هذا البيت أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو قوي جدا لدرجة أنه بتقدر تنجز كل الأعمال المطلوبة منك حتى لو عملت ساعات إضافية ما رح تكل ولا تمل عندك إرادة عالية اليوم أو تصميم عالي على إنجاز أشياء كثيرة اليوم رح تنجزها بإذن الله تعالى مرج العذراء طبعا حذرنا قبل يومين وإنه لكم مبارح إنه القمر بدو يجي لبيت المتاعب فعشان هيك اليوم بسيطر التعب عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير أو من سوء تفاهم أو التباس حاذر من بدء من البدء بأي إش جديد لا تسمح للقلق إنه يسيطر عليك أو يمنعك من العمل نظم أمورك وضاعف جهودك أما بالنسبة للبيت الأول فهو جيد يعني شوي بيعمل نوع من أنواع الموازنة عندك ولكن إنه الضغط موجود موجود فممكن يشحنك بطاقة يعني يساعدك في بعض الأمور أو إنجاز بعض المهام اللي أنت حابب أنك أنت تنجزها ولكن على الأغلب العصبية خلال هذا النهار ممكن تكون ظاهرة على الساحة حاول أنك تستخدم العقل أكثر ما أنك تستخدم العواطف أو العصبية أما بالنسبة للبيت الثاني فالاهتمام المالي اليوم برضو عالي جداً في فرص برضو أقوى من الأمس اليوم على أنك تسعى في أمور إلها علاقة بالوضع المالي إما ترتيب أو فواتير أو التزامات أو استحقاقات أو مشتريات أو دعم أو طلب دعم اليوم إيجابي أنك تتحرك في هذا المجال فعشان هيك يستغل هذا النهار بقوة أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف اليوم تكثر عندك الاتصالات والتحركات والتنقلات ممكن أشخاص يقول لي لا أوي أنت ما فيش لا خروج ولا طلعوا مسكر علينا عمي أنا بحكي يما أقول سفر وتنقلات بحكي على الأشخاص اللي بقدروا يخرجوا من بيوتهم في دول لسه الناس بتطلع من بيوتها وبتروح وبتيجي مش زينا إحنا قاعدين وممنوع نطلع عشان هيك هدولة بيستفيدوا اليوم وممكن برضو تستفيدوا في أمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات وممكن يكون فيه عندكو نشاط ذهني عالي جدا اليوم تقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك أما بالنسبة للبيت الرابع يعني الأمور أحسن عمستوى البيت اليوم ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعاون أو الاتصال أو الاجتماع العائلي فيه منكو ممكن يهتم بقضية منزلية من تصليحات أو ترميمات أو أمور إلها علاقة بقضية إلها علاقة بالأجهارات أو العقارات أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايفه فارغ تماما من الحضوظ ومن الإيجابية فعشان يكب الشكل العاطفي والشكل الحضوظ روتيني تماما ما تغامر لا بعواطفك ولا تغامر بحضوظك أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك ولكن حاول قدر الإمكان أنك ما ترهق حالك وهتم برضو بوضعك الصحي ممكن تقلق بشأنك أنت الصحي أو شأن أحد المعارف الأقارب يعني العائلة أما بالنسبة للبيت السابع فها يعني شوي اليوم الأمور فيها نوع من أنواع الإيجابية بتعامل على مستوى الشراكة بدعمك هذا بشكل نسبي أنه بيخفف عليك الضغوطات فعشان يكي بتقدر تتواصل وتتعامل مع الشريك بشكل جيد وممكن يصير فيه نوع من أنواع التباحث في مسألة معينة أو تهتم بمسألة بتتعلق بالشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فهو بضغطك بالمصاريف عشان هيكي بتتراكم عندك المصاريف بشكل كبير وممكن مطالبات أو التزامات كثيرة حاول أنك ترتبها وما تخلي الفواتير والالتزامات تتراكم عندك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو ممكن يصلك اليوم خبر من بعيد يزعجك أو تهتم بمسألة بتتعلق بأحد المعارف أو مشكلة بتتعلق في شخص أو تحاول تحل مشكلة بدولة ثانية يعني مع أشخاص في دولة أو مع مؤسسات أو شغلة من هذا القبيل وفي منكم ممكن يهتم بأمور إلها علاقة بالأوراق القانونية أو أمور إلها علاقة بمشاكل بتتعلق بصحة أحد الأشخاص خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور يعني جيدة على مستوى السمعة اليوم تقدر تدعم سمعتك بشكل قوي وتدافع عن حالك وتفرض وجهة نظرك وحتى تناقش وتجادل بخصوص هذا الموضوع أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى الأصدقاء فممكن تتعامل أو تتفق أنت وأحد المعارف أو الأصدقاء لحل موضوع معين أو ممكن تنجزه بمساعدة أحد الأصدقاء أو ممكن تستشير أحد في مسألة مأرقيتك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو خالي تماما فعشان هيك لا إيجابية ولا سلبية تتعامل معاه بشكل روتيني لكن حاول أنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد واهتم براحتك قدر الإمكان وغذائك برج الميزان بتنشطه اجتماعيا وممكن أنه يصير في بعض اللقاءات اللي لها علاقة بالأصدقاء أو المعارف في أشخاص رح يجوا يحكوا أي نشاطات إحنا محبوسين يا عمي مش كل الناس محبوسة في ناس بتطلع وفي ناس بتشوف بعض منكم ممكن يتلقى دعوة يعني لشيء ممكن يكون فيه من وراء أشياء إيجابية أهم شيء إنه لو بدك تطلب مساعدة اليوم هذا ممتاز جدا أطلبها وما تتردد لا أنت تقدم المساعدة لحد ولا أنه حد يقدم لك مساعدة يعني بتقدر على الجهتين أنت تستفيد من هذا الموضوع يعني فيه نوع من أنواع التحالف ممكن يصير فيه نوع من أنواع التحالف ما بينك وبين الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم شيء إنه ما تبقى وحيد حاول أنك أنت تعبي الفراغ الموجود عندك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الأول فنفسيتك اليوم شوي ممكن تكون أحسن من اليومين اللي مضوا يعني بدعمك هذا الإشي بشكل إيجابي يقوى حضوظك شوي وبدعمك شوي عشان هيك حاول أنك اليوم أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية اللي تستفيد من كل الإيجابيات الموجودة خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فشوي الأمور جيدة رح تكون ممكن يكون فيه نوع من أنواع المساعدات المالية أو الدعم المالي أو أمور إلها علاقة بالمعونات فعشان هيك اليوم استغله بشكل إيجابي ممكن أنه تحصل على أشياء أنت ما كنت تتوقعها وممكن ترتب أمور إلها علاقة بالمشتريات أو الالتزامات تكون معك بشكل إيجابي وقوي أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور جيدة اليوم على مستوى الاتصالات والمواصلات واليوم تقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك عند قدرة عالية على النقاشات والجدالات كمان بس أهم شيء إنك ما تعصب وما تتوتر يعني خلي الأمور تمشي بأرياحية بتلاقي الأمور مشت وكانت فيها إيجابيات عالية أما بالنسبة للبيت الرابع فهو فارغ تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك تعاملك في البيت رح يكون روتيني ممكن يكون في نوع من أنواع الاهتمام بصحة أحد المقربين أما بالنسبة للبيت الخامس فهذا شوي بضغط عليك عاطفيا يعني ممكن يسبب لك نوع من أنواع الأرق أو المشاحنات أو المجادلات اللي إلها علاقة أو الحساسية في التعامل ما بينك وبين الحبيب حاول لأنك أنت ما تتحسس كثير للأمور والأمور بتمشي بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت السادس اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك بتحاول أنه اليوم تعمل أشياء ما كان بالسهولة أنك أنت تعملها بالفترة الماضية يعني ما رح تكل ولا تمل بالعكس عندك قدرة عالية على إنجاز الأعمال المطلوبة منك إن كانت منزلية أو خارجية أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور على مستوى الشراكي برضو نفس اللي شي فيها نوع من أنواع التوتر وفيها نوع من أنواع الحساسية فعشان هيك أحاول قدر الإمكان أنك ما تتحسس للأمور وما تعصب يعني بدك تتعامل بنوع من أنواع يعني امتصاص الغضب قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثامن فهو بيزيد الالتزامات المالية وبضغطك ماليا فعشان هيك يحاول قدر الإمكان أنك ترتب أوضاعك المالية إلى آخر يوم في نوع من أنواع الضغط بعدها الأمور بتصير أحسن أهم مش أنك ترتبها بشكل جيد وتدعم حالك بشكل جيد وحاول تلاقي مخارج أو منافذ أنك تطلع من هذا الموضوع إذا ما قدرت خلال هذا النهار أجلها لبكرة بتكون الأمور أحسن أما بالنسبة للبيت التاسع تنشط اليوم على مستوى الاتصالات الخارجية والتواصل مع أشخاص أو التعاون مع أشخاص خارج البلاد أو الاتمانان عليهم في منكو بنشط بأمور الحلاقة بالدراسة أو الاطلاع على أمور الحلاقة بالدين أو الفلسفة أو نقاشات في هذا الموضوع ومنكو ممكن يجتهد في أمور تعليمية مثل تعليم لغة مثلا أما بالنسبة للبيت العاشر فهو فارغ تماما ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك بتتعامله على مستوى السمعة بشكل روتيني أما بالنسبة لبيتك 11 اللي هو القمر موجود فيه ولكن برضو نسيت أذكرك بشغلي أنه القمر رح يعمل زوايا سلبية فعشان هيك ممكن اليوم تكتشف شخص أو واحد من المعارف أنه يسيء لك بشيء معين اليوم تحتد وتعصب اتجاهه أو معه أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب جيد بدعمك بدون شكل قوي ما فيه أي سلبيات فعشان هيك ما تخاف من أي شيء واقدم بدون خوف بالعكس كون جريء برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب لمن يبحث عن عمل طبعا فيه ناس بدأت قوي أن نبحث عن عمل ما فيش عمل الدنيا وكورونا ومسكر الدنيا ووضعي عمي فيه ناس بتطلع من بيوتها وفيه ناس لسه بعملها وفيه ناس بتشتغل مش كل الناس بحجر فيه ناس بتسمعني في دول لسه بطلعوا بشوفوا بعض وبتزاوروا بشموا هوا وبطلعوا رحال كمان أهم شي انك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منك انك تكون على قدر المسئولية في منكم ممكن يهتم بأمور بمراسلات أو أشياء لها علاقة بأعمال إضافية أو توظيفات خارجية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور يعني اليوم روتينية على مستوى النشاط فيه نوع من أنواع الحدية في الطباع العصبية التوتر الخوف أو المخاوف حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وبتتجاوز الأمور هاي أما بالنسبة للبيت الثاني فيه اهتمامات مالية أو اهتمامات بالأمور المالية اليوم رح تكون فيه فرص للتحصيل على مكسب مالي ولكن اليوم عندك كثير من الأعمال أو المشتريات أو الالتزامات فيه ممكن تحصل على مكافأة أو هدية معينة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى النقاشات والاتصالات والتواصل والتقارب مع العيلة أو مع الإخوة أو الجيران أو الأقارب يعني بتكون جيدة بالنسبة لك فيه منك ببرع اليوم في النقاشات وممكن أنه اليوم يطرح موضوع معين أو يسوق لفكرة معينة وتلاقي صدى واسع أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنت اليوم مضغوط كثير على مستوى البيت عندك الالتزامات كثيرة وعندك أشغال كثيرة ممكن تهتم إما بعزومة أو لقاء أو جمعة أو تهتم بأمور إلها علاقة بالمشاغل البيتية زي تصليحات أو ترميمات أو إنجازات عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو فارغ تماما لا إيجابية ولا سلبية في الموضوع فعشان هيك بتتعامل في الموضوع بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت السادس فهو بدعمك بشكل قوي على إنجاز كثير من الأعمال ممكن اليوم تنجز الأعمال بكل سهول إن كانت أعمال بيتية أو أعمال خارجية أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف أنه عندك قوة عالية جدا للتواصل أو التقارب ما بينك وبين الشريك ممكن اليوم تكون في تواصل أو مصالحة أو مكاشف لأمر معين أو التعاون على إنجاز أمر معين ما بينك وبين شريكك يا بالعمل يا بالعاطفي أما بالنسبة للبيت الثامن فبدعمك بشكل قوي في أمور تحصيل أموال أموال يا بتجيك خارجية يا مساعدات يا دعم يا مطالبة بدين معين أو بقرض معين أو بيجيك خبر عن إنجاز العلاقة بالديون ممكن هذا ينشلك أو يساعدك بالفترة القادمة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو فارغ تماما لا حدود ولا إنجازات بتتعامل فيه على حسب الإمكانيات المتوفرة ممكن يكون في عندك بعض الاتصالات الخارجية وممكن يجيك خبر من بعيد يزعجك أما بالنسبة للبيت العاشر اللي هو بيت السمعة اللي هو أساسا القمر اللي موجود فيه فعشان هيك هذا شوية ممكن يوترك ويعصبك وممكن يجيب لك بعض الأشياء اللي غير متوقعة على مستوى السمعة فعشان هيك يعني ممكن إيجابية وممكن سلبية ولكن حافظ على سمعتك من أي مخالفات أو أي شيء في مخالفات قانونية ما تحاول إنك تجازف أو تغامر بتشويه سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فيه نوع من أنواع تقارب بينك وبين الأصدقاء ممكن أنت تطلب مساعدة أو هم يطلبوا منك مساعدة اليوم تقدر أنت تبادر بأمور كثيرة تحسن من هذا الوضع أهم شيء إنك أنت ما تيأس وما تتكاسل يعني حاول إنه تخلي فيه نوع من أنواع التواصل العالي أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو بدعمك بشكل قوي فعشان هيك اليوم بتنجز أعمالك بكل سهولة ويسر وبتكون آمن وما في عندك خوف من شيء ممكن تهتم بصحتك أو بصحة أحد المقربين لا إلك برج القوس برج القوس بتنشطوا في أمور إلها علاقة إما بأوراق أو معاملات أو أشياء تتعلق بالسفر ممكن تهتم فيها كتجهيز ممكن تهتم فيها كمراسلات ممكن تهتم فيها كأوراق موجودة ممكن تفكر وتتواصل مع أشخاص لأجلها اليوم بكثر عندك الاتصالات وخصوصا الاتصالات البعيدة ممكن تشارك في حملة معينة أو ورشة ممكن تشتد رغبتكم بالتقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة ممكن تدرس عن هذه الأشياء أو تطلع عليها أجواء لطيفة بتحيط بحياتك خلال هذا النهار وهذا شيء جميل جداً وبساعدك بشكل كبير وممكن تعزز العلاقة الإجتماعية والعائلية فترة مثمرة على جميع الأصعدك طبعاً القمر موجود في بيتك التاسع بدعمك بقوة فعشان هيك بدك تكون جاهز لهاي الأمور كلها أما بالنسبة للبيت الأول فالبيت الأول بدعمك بشكل إيجابي شخصيتك اليوم أحسن ممكن اليوم تنجز كثير من الأمور وتحقق إنجازات عالية جداً وتشحن حالك بطاقة إيجابية قوية جداً أما بالنسبة للبيت الثاني فهو بدعمك على المستوى المالي فيه نوع من أنواع المساعدات وفيه نوع من أنواع الأمور المالية اللي بتأرقك اللي أنت بتجدلها حلول خلال هذا النهار ممكن يتساهم في مشتريات أو بادر في بعض المشتريات ولكن حاول أنك تقلل من المصريف في منكم ممكن يحصل على جائزة أو تكريم أو هدية حتى لو كانت رمزية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمك برضو بقوة على مستوى النقاشات والاتصالات والدراسة والبحوث والأشياء اللي بتطلب فكر عندك فكرك نشاط كبير وفي نفس اللحظة عندك قدرة على التحرك والنشاط المفرط أما بالنسبة للبيت الرابع فهو فارغ تماما من أي تأثيرات سلبية أو إيجابية فعشان هيك بتتعامل مع العائلة بشكل روتيني طبيعي فيه منكم ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل بينه وبين أخ أو بينه وبين أحد أفراد العائلة وفي منكم ممكن يهتم بصحة قريب لإلوه أما بالنسبة للبيت الخامس فلغاية ساعة الصباح ممكن يكون فيه نوع من أنواع الحدية أو العصبية في التعامل مع أحد الأحباء وممكن تقلق بصحة حبيب أو شخص بعز عليه أهم شيء أنه أنت تمسك عصابك قدر الإمكان وما تعصب بعد الظهر بتصير الأمور والأجواء أحسن وألطف وبتتخذ الجانب الإيجابي أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور على مستوى البيت السادس يعني جيدة فاليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك وممكن أنك أنت تنشغل بأمور عملية إما منزلية أو خارجية ولكن أنه الجو إيجابي جدا وبدعمك حتى على مستوى الصحة أما بالنسبة للبيت السابع فهو ممتاز على مستوى الشراكي اليوم ممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب الفكري ما بينك وبين الشريك خصوصا العاطفة فممكن اليوم تتواصل معاه على مسألة معينة أو تتفقوا على إنجاز أمر معين يعني الأجواء بينك وبين الشريك ممتازة أما بالنسبة للبيت الثامن الأمور المالية اللي كانت تتأرقك إلها يومين اليوم يعني شوي أها بلشت أنت تشم نفسك أو تبلش تهدى الأمور عندك أو تجد الحلول أو المساعدات اللي بتسهلك هذا الباب أهم شيء أنك تقلل من المصاريف أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد كما ذكرناه في بداية التوقعات ولكن ممكن بعضكم يسمع خبر من الخارج أو من شخص خارج البلاد يزعجوا أو يأرقوا أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد جدا على مستوى بيت السمعة فعشان هيك اليوم تعملوا أشياء كثير ممتازة على مستوى السمعة بتحافظوا عليها وعلى إنجازاتكم وممكن تبادر في أشياء أو تنتهي مشكلة معينة تدعمك بشكل قوي أما بالنسبة لبيتك 11 فبيتك 11 شوي بعطي نوع من أنواع العصبية من أحد الأصدقاء أو من أشخاص أنت بتعرفهم أو ممكن تصرف أو إساءة أو كلمة أو موضوع كان مفتوح قديم ورجع نفتح على الساحة عصبك أو أظهر لك بعض الإزعج حاول أنك أنت ما تنزعج كثير يعني هو يومين وبنتهي الضغط هذا وبترجع الأمور جيدة حاول أنك ما تنفعل وما تعصب الأمور مش مستاهلة أما بالنسبة لبيت المتاعب فاليوم أحسن بكثير هو روتيني طبعا ولكن أنه طلع من السلبية اللي كانت تضغط عليك ولكن أنه أهم شيء أنك تراقب وضعك الصحي وما تجهد حالك كثير بإنجاز الأعمال المطلوب منك برج الجدي بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بناسبك إطالة الخلاف والزعل حاول أنك تسارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور جيدة اليوم يعني نفسيا أنت أحسن من الأيام الماضية يعني فيه نوع من أنواع الهدوء النسبي أو نوع من أنواع الإطمئنان يعني ما فيها الضغط الكبير النفسي موجود عندك أما بالنسبة للبيت الثاني فهو ضاغط عليك بشكل كبير ما عليك بعض الالتزامات أو بأرقك موضوع مالي معين أو بتهتم في الأمور المالية فيه منكم ممكن يحصل على نوع من أنواع الدعم أو يهتم بأمور مشتريات أو سداد بعض الالتزامات اللي عليه أهم إشي أنه تقللوا من مصاريفكم الغير لازمة أما بالنسبة للبيت الثالث فعندك نشاط فكري عالي جدا اليوم تقدر تناقش وتجادل وتقنع أي شخص بوجهة نظرك وممكن تطرح فيه موضوع معين اليوم يكون ممتاز وصائب ويساعدك في أمور كثيرة حاول قدر الإمكان أنك أنت اليوم تستغله بأمور العلاقة بالدراسة أو باهتمامات العلاقة بالاتصالات والمواصلات أمور العلاقة بالنشاط البدني أو الفكري أما بالنسبة للبيت الرابع فاليوم تقريبا لغاية ساعات الصباح بتظل الأمور ضغطة باتجاه البيت ولكن بعد الصباح الأمور بتهدى بصير فيه نوع من أنواع الروتين ولكن أنه الروتين هذا على حسب وضعك إذا كان الروتين هذا فيه مشاكل معناته فيه مشاكل إذا كان الروتين الطبيعي فيه شخصيتك أنه ما فيه مشاكل بتمشي الأمور بشكل جيد وكأنه ما فيه أي شيء ممكن تهتم بشخص من المقربين أو بصحة أحد المقربين لا إلك أما بالنسبة للبيت الخامس فهو داعم بشكل قوي على المستوى العاطفي وعلى المستوى الفكري وممكن حتى اليوم يصير فيه نوع من أنواع التواصل أو التعاطف ما بينك وبين الحبيب فيه اهتمامات عاطفية عالية جدا وعندك نسبة عالية من الحضوظ أما بالنسبة للبيت السادس اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك وممكن حتى تهتم بأمور إلها علاقة بأعمال منزلية أو أعمال بقصد العمل أو راق عمل أو متطلبات للعمل تنجزها بخلال هذا النهار وإنت واثق من حالك أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى الشراكي يعني الأمور جيدة فيه نوع من أنواع التواصل بينك وبين الشريك ولكن مش هالتواصل القوي ولكن إنه بمرتبة الأمان يعني فيه فيه تواصل فكري عالي ممكن يصير فيه نوع من أنواع الحلول أو وضع الحلول أو نقاط على الحروف أو حل مشكلة معينة أو خلاف كان ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع اليوم تكثر عندك الاتصالات الخارجية أو تفقد أشخاص خارج البلاد أو التواصل معهم أو الاهتمام بأوراق قانونية أو قضائية ممكن تهتم بمواضيع إلها علاقة بالسفر أو إلها علاقة بإشي بالاستراد بالتصدير بالشغلات من هذا القبيل يعني الأمور كلها إجمالا إيجابية فيه منكم ممكن يهتم إما بثقافة جديدة أو لغة جديدة أو أمور فلسفية ودينية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو دعمك بشكل قوي على مستوى السمعة بتقدروا تحافظوا على إنجازاتك وعلى سمعتك خلال هذا النهار وتدافعوا عن حالك بشكل قوي أما بالنسبة لبيتك 11 يعني فيه نوع من أنواع الحدية ما بينك وبين أحد الأصدقاء ما زالت موجودة فهاي بتعرض علاقة معينة أو صداقة معينة أو معرفة معينة لا تذبذب في العلاقة فحاول قدر الإمكان أنك أنت تمسك حالك من الانفعال والعصبية حتى لو اكتشفت إنه شخص أساء لك يعني أجلها يومين عشان أنت يكون الحظ داعم لإلك بالمواجهة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو فارغ تماما فما فيه أي تأثير لا إيجابي ولا سلبي عشان هيك بتقدروا تنجزوا الأعمال المطلوبة منك ولكن في منك ممكن يهتم بصحته أو بصحة أحد المقربين لا إله برج الدلو بترغبوا اليوم في تدعيم شراكتكم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف آخر أهم شيء إنه ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردي ما تتسرع في اتخاذ القرارات طبعا القمر موجود في البيت السابع يعني مقابلك مباشرة فعشان هيك بضعف من طاقتك شوي بيكون عندك الجو مشحون أما بالنسبة للبيت الأول ما جي نفسيتك أحسن عندك يعني تقدر تتحرك عندك ثقة في حالك عالية عندك إرادة على إنجازك كثير من الأمور ولكن دير بالك من العصبية أما بالنسبة للبيت الثاني الأمور جيدة تقدر تمجز كثير اليوم من الأمور المالية ممكن تهتم بأمور مشتريات أو تسويق أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بترتيب الأوضاع المالية أو الالتزامات المالية يعني جيدة ولكن حاول أنك تقلل من مصاريفك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمك على مستوى النقاشات والتواصل والأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات الاهتمام بأمور إلها علاقة بصيانة إلكترونيات أو كمبيوتر مثلا من حبيت تفرمته اهتمام بتليفون أو أشياء من هذا القبيل يعني الأمور جيدة وبتدعمك بشكل قوي ممكن تهتم بثقافة معينة أو تناقش في موضوع ممتاز أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور على مستوى البيت الرابع ممتاز جدا يعني في نوع من نوع التقارب العائلي أو الأسري ممكن من خلاله اليوم نصير اجتماع أو لقاء أو تفاهم على مسألة معينة أهم إشي أنه في منك ممكن يهتم بصحة أحد المقربين أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد جدا على مستوى العاطفة فعشان هيك بتقدر اليوم أنك تحل كثير من الأمور العاطفية أو تتواصل مع الحبيب أو تضع خطة معينة للتعامل مع الحبيب وحتى حضوضك اليوم جيدة أما بالنسبة للبيت السادس فاليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك وممكن تنشط بترتيب أوراق أو معاملات أو أشياء الهلاقة بالعمل وفي منك رح يهتم بأمور العلاقة بالعمل إما في البيت أو أعمال خارجية أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات القمر موجود في البيت السابع أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد على مستوى تحصيل الأمور المالية والأمور اللي إلها علاقة بالمساعدات والديون والأموال اللي ما بتعود لك يعني أشياء ممكن أنت تهتم فيها كلها بتصب حوالين الإنجازات المالية أو المساعدات المالية كل يوم إيجابي ممكن يدعمك في هذا الموضوع أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أنه في نوع من أنواع الاتصالات مع أشخاص خارج البلاد إما للتفقد أو لاتمئنان عليهم أو لترتيب وضع قادم إن شاء الله أمر جيد ودعمك بقوة أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف أنه في إيجابية تقريبا لساعات الظهر بتدعمك بشكل قوي ولكن أنه بعدها بتصير الأمور روتينية حاول قدر الإمكان أنك ما تغامر ما تدخل بأي شيء ممكن أنه يشوه سمعتك خلال هذا النهار وحافظ على إنجازاتك القائمة أما بالنسبة للبيت التحدى 11 فهو يعني ممكن يوترك من علاقة معينة أو من صداقة معينة أو من أسلوب أحد الأشخاص بتعامل معك بطريقة يعني شوي فيها نوع من أنواع الصعوبة أو بتكتشف خلل معين استخدم شخص معين شيء معين ضدك فأنت اليوم بتثور ثورة عارمة بمواجهته بنصحك أنه تمسك أعصابك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو تقريبا هادي ما في أي ضغوط أو لا إيجابية ولا سلبية فعشان هيك يكون روتيني وطبيعي يعني بتقدر تنجز الأعمال المطلوبة منك وفي المقابل أنه ممكن تهتم بصحتك أو بصحة أحد المقربين لا إلك برج الحوت طبعا القمر صار في بيتك السادس يعني بيت الصحة وبيت العمل عشان هيك بتراكم العمل عندكم تدريجيا حاول أنك تنجز اللي بتقدر تنجزه من الأعمال إن كانت منزلية أو عملك اللي أنت بتقدر تطلع من البيت وتروح عليه بدون ما تبالغ فيه يعني بس الأشياء المطلوبة منك انتبه لغذاءك وراحتك ما تسمح للواجبات بإنها تتزامن ولا بتراكم كون أكثر تنظيم وأحسن إدارة وقتك اتجنب إثارة العداوات وإهمال وضعك الصحي خذ قسط من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الأول فهو يعني شوي فيه نوع من أنواع الضغوط النفسية موجودة عندك بتحس أنه أنت مضغوط وعصبي فيه حدية فيه توتر فيه أشياء مقلقة موجودة فيه تفكيراتك حاول تطلع منها وتشحن حالك طاقة إيجابية وما تستسلم لهاي الأفكار أما بالنسبة للبيت الثاني فيه أمور مالية ممكن تهتم فيها مشتريات أو ترتيب أمور إلها علاقة بالفوترة أو أمور إلها علاقة بالتسوق أو قروض ديون شغلات من هذا القبيل فيه منكم ممكن يحصل على دعم معين أو مساعدة معينة أو هدية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على المستوى الفكري فعندك نشاط عالي جدا ممكن اليوم تتواصل مع أي شخص وتقنعه بوجهة نظرك بالعكس الأمر بدعمك بشكل قوي فكري عالي جدا وممكن تهتموا بأمور إلها علاقة بالاتصالات أو المواصلات أو لغة أو ثقافة معينة أو نقاش في مجال معين أما بالنسبة للبيت الرابع فهو لقاء بجمعك اليوم مع العائلة أو بتجتمع العائلة على مناسبة على وليمة على عزومة على أي شيء ولكن أنه في نوع من أنواع تقارب العالمة بينكم والتفاهم والتناغم وفي منكم ممكن يهتم بصحته أو بصحة أحد المقربين أما بالنسبة للبيت الخامس فهو ضاغط اليوم بسلبية فعشان هيك في نوع من أنواع الحدية أو السلبية أو المزاجية بالتعامل مع أحد الأحباء حاول قدر الإمكان أنك تمسك عصابك وما تتحسس لتصرفاتهم حاول أنك تمشي الأمور بهدوء أما بالنسبة للبيت السادس فهو كما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع فهو جيد وبدعمك على مستوى تقارب مع الشريك المال والعاطفي ممكن اليوم تضع بعض الحلول أو التقارب معين يصير ما بينك وبين الشريك يدعمك بشكل قوي حاول أنك أنت تستثمر هذا الأمور يعني تستثمر هذه اللحظة للتقارب والتصالح أما بالنسبة للبيت الثامن فهو ضاغط عليك بشكل كبير خصوصا في أمور الالتزامات المالية خصوصا الأموال اللي ما بتعود لك يعني أمور طريبة أمور تأمين قروض أقصات الالتزامات من هذا النوع شوي ممكن تأرقك وانت بترتب فيها أو بتنظم فيها أو بتجدول فيها أما بالنسبة لبيتك التاسع ممكن يصلك خبر من بعيد يزعجك أو يوترك أو يخوفك ولكن إجمالا الأمر جيد يعني بعد الظهر بتكون الأمور روتينية بتختفي كثير من الأمور حاول قدر الإمكان أنك تستغل هذا النهار إما بالإطلاع على موضية علمية أو أنه أنت تدرس شيء العلاقة برواية بقصة تحضر فيلم أو تهتم بهاي الأمور ويبعد عن النقاشات الحادة أما بالنسبة للبيت العاشر فهو روتيني تماما ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى بيت السمعة والأعمال من ضمن مؤسسات أما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت العلاقة ما بينك وبين أحد الأصدقاء فيها نوع من أنواع التوتر أو العصبية حاول قدر الإمكان ما تدخل بمواجهات بالفترة هاي يعني حلها بشكل عقلاني وبتنحل معك اليوم وبكرة وبعدين بتنتهي الأمور وتصير لصالحك حاول ما تغضب وما تفتح ملفات قديمة وما تدخل بمواجهات والأمور بتنحل أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور روتينية ما فيه لا شيء إيجابي ولا سلبي عشان هيك ينجز الأعمال المطلوبة منك حاول تأخذ قسط كافي من الراحة ممكن تهتم بمواضيع الهلاقة بصحتك أو بصحة أحد المقربين أهم إشي إنك ما تجهد حالك وما ترهيق حالك بزيادة وما تهمل وضعك الصحي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء